السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم ياهب الصرفاندي من قناة إيهاب تي فيك في حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين حصلت معجزة معجزة بمعنى الكلمة تصور إنه الليلة اللي الماضية بيت انقصف وهذا البيت ما ضل في أي حد وفجأة فتحوا الحيطة فجأة خبطوا الحيطة فتحوا فتحة صغيرة سبحان الله يطلع منها ثلاث أطفال إذا قدرت إن شاء الله أرجيك الآن الصورة أو الفيديو ثلاث أطفال الطفل الأول ولا خدش فيه يعني ولا جرح الطفل الثاني ولا خدش فيه الطفل الثالث فيه جروح سبحان الله ثلاث أطفال كانوا فقدين الأمل إنه أصلا يلاقوا أي حد طيب وهذه الليلة الماضية على صلاة الفجأة حالة أخرى البيت راح كله ولد أو طفل صغير رضيع عمره كم من يوم طار من مكانه ووصل في مكان فادة أو بيارة راحوا لقوه طيب وزي ما هو فهذه تعتبر يعني معجزة ولكن كل أهله هذا الطفل راحوا ما ظل حد فيهم إلا هو وربنا ما بينسى حدا الوضع والحال على ما هو القصف شغاله والأمور زي ما هي شغالة وما في حدا بيتدخل وبقول ووقفه هل بيصير من التطهير لهذا الشعب الحمد لله لكن صبرين ونصر إنه إلى هناك اليوم بدأتكلم عن التحديث أو تحديثات شاومي الجديدة اللي تم إطلاقها مع الأجهزة الجديدة لدينا جهاز شاومي 14 وشاومي 14 برو هذول الجهازين انطلق عليهم الأندرويد 14 مع واجهة الهايبر او اس الأجهزة الآن اللي تم إطلاقها هي عبارة عن أجهزة نسخ صينية دائما أول منطق بنطلق الأجهزة في النسخ الصينية زي ما سرد منه 13 و13 برو و13 برو بلس تم إطلاقهم صينيا وعالميا لسه ما أطلقوش بعد هيك بيتم إطلاقها عالميا نسخة الهايبر او اس تم إطلاقها على الشاومي 14 و14 برو سيتم إطلاقها عالميا أيضا وسيتم إطلاقها نصينيا أيضا وعند تفاصيل بخصوص هذا الموضوع لازم يكون في علمك إنه هذا مش نظام تشغيل هذا عبارة عن هذا عبارة عن واجهة نفس وجهة ام اي و اي بس غيروا اسمها وغيروا خصائصها وقولك هذا النظام هو عبارة عن نظام مش للجوال بس هو عبارة عن نظام للجوال للساعة للسيارة للطابعة للكاميرا لحاجات كثيرة وإحنا قبل هيك نزلنا مركز التحكم نزلنا مشغل التطبيقات ونزلنا بعض الأمور بخصوص هذا الهايبر او اس وسيتم إطلاقه على أول دفعتين من أجهزة هنشوف الدفعتين الشو هما وموضوع الإطلاق العالمي أيضا وهذه الأمور اللي تم التكلم عنها في ملاحظة أنا بدي أقولها أنه بالنسبة للأربعة عشر أربعة عشر روح عليه معالج سنابي دراجون 8 جين تريو هذا معالج أول مرة بينزل أو أول أجهزة بيتم استخدامه وهذه الأجهزة من شاومي قبل الشركات الأخرى الحاجة القوية اللي أنا شوفتها بخصوص المعالج هذا على مقاس أن توتو بنشمارك أعطانا فوق 2 مليون نقطة تصور إنه معالجي بيعطيك فوق 2 مليون نقطة هذا هو طبعا أقوى معالج لدي كل دايوينسيتي ولا غيره هذا هو عبارة عن أقوى معالج في الوقت الحالي بيعطيك 2 مليون نقطة يعني الشغلة خرافية بتنسمع 2 مليون نقطة شغلة عالية كتير وكتير كتير عالية وأول مرة نسمع بهذه النقاط وهنشوف تفاصيل هذا الجهاز وهذا المعالج اللي تم إطلاقه حديثا من شركة كوالكم سنابي دراجون خلينا الآن نيجي نشوف بعض التفاصيل إلى هنا ورجعنا لكم جديد صلو على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بالنسبة للهايبر او اس هيكون واجهة مش نظام تشغيل إذا كان نظام تشغيل يعني بدي يكون مبني على إشي تاني غير الأندرويد زي مثلا الهارموني او اس هو عبارة عن نظام تشغيل مش مبني على الأندرويد بيكون هو خاص بهواوي ولكن اجهزة اونر عبارة عن أجهزة الهواجهة ولكن مندمجة أو مربوطة مع الأندرويد يعني مبنية على الأندرويد لكن هنا الهايبر او اس هو عبارة عن واجهة وليس نظام تشغيل عشان يكون عندنا علم قبل ما نعرف الشو إحنا والريحين عندنا الآن بدنا نعرف أنه في هنا دفعة أولى ودفعة لاحقة دفعة ثاني الدفعة الأولى اللي هي متوقع إطلاقها تدريجيا من منتصف إلى أواخر نوفمبر 2023 يعني شهر 11 هذه النسخ اللي انت شايفها أمامك الدفعة الأولى اللي هو شاومي 14 برو شاومي 14 شاومي ميكس فولد 3 شاومي ميكس فولد 2 شاومي 13 ألترا شاومي 13 برو شاومي 13 ريدمي كي ستين برو ريدمي كي ستين يعني هذا هيكون أول إصدارات الدفعة الأولى هتكون موجودان كنسخة تجريبية أول شي في خلال هذا الشهر اللي هو شهر 11 من منتصفه إلى آخر الشهر عندنا بعد هيك في عنا الدفعة اللاحقة الثانية سيتم تحديد الوقت يعني وقتها ممكن يكون في شهر 12 ولكن بقولك هنحدد لك إياه شاومي 12 برو، 12 كي خمسين ألترا، كي خمسين جيمانك شاومي 12 اس ألترا شاومي 12 اس برو شاومي 12 اس شاومي 12 برو داي من سيت اديشين ريدمي كي خمسين برو ريدمي كي خمسين شاومي بات 5 برو 12 فاصل أربعة هذه الأجهزة اللي متوقع إطلاقها الدفعة الأولى دفعة الثانية وإحنا منعرف بين بيصدر أول إشهل الصيني والآن خلينا نجي يشوف الخبر اللي كلنا مننتظره وإحنا عاملين الفيديو عشان خاطره بيقول لك هنا طبعاً التغريد هذي تغريد من؟ ليو جين مدير أو الرئيس التنفيذي لشركة شاومي بيقول لك أنه سيبدأ الإطلاق العالمي لشاومي هايبر او اس في الربع الأول من عام 2024 يعني عندك الربع الأول 2024 عندك شهر 1 و 2 و شهر 3 هيكون الإطلاق الصيني هيكون في شهر 11 وبعد هيك أول العام هيكون الإطلاق العالمي ودائما الإطلاق العالمي بيكون أول إشيء للأجهزة العالية أو الرائدة بعدين بينزل شوي شوي ولكن الترتيب هذا غير مشروط يعني ممكن أجهزة أقل تجيها التحديث قبل أجهزة أعلى منها وهنا أيضاً عندنا إعلان من شاومي بيقول لك أنه سيبدأ الطرح الدولي لهذا التحديث شاومي هايبر او اس في الربع الأول من عام 2024 طبعاً يسعدنا أن نكشف عن إنجازنا الرائع بعد 13 عاماً من الاستكشاف التكنولوجي سيعمل نظام التشغيل على كل حاجة ساعات سيارات تكاتك كل حاجة بتتوقعها هيعمل عليها بالنسبة لهذا النظام الثوري خلينا ننتقل لو أي واحد عجبوا الشكل هذا مثلاً كلمة هايبر يو آي عملها زي هيك ومركز التحكم إحنا عملنا نبارع فيديو بخصوص مركز التحكم حصلنا على مركز التحكم بدون المستطيل المزعج اللي زي مصمار جوحة في المنتصف ممكن نيجي ننزل هذا الثيم عشان نحصل على هذه الصورة تروح بتنزل الثيم هايبر يو آي وبينتج عندك الشكل وهي شاشة القفل هيكون معك بالشكل هذا مركز التحكم نزلنا طيب تعمله زي هيك وفتخذ الخلفية اللونها أسود لونها حلو والأيقونات هذه الأيقونات بالنسبة للساعة هادي الساعة هادي موجودة من ثيم إحنا عملناها قبل هيك بلندادو أيها اسمه بلندادو ست هذا الثيم بتقدر تنزله وتأخذ هذه الساعة من هذا المكان بتأخذ هذه الساعة بتختارها زي هيك تحطها في مكان بالدكية لك تشيلها تمال حدث وهذا ما كان لدينا نلتقي إن شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام